السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله سنبدأ بشابتر جديد عن الانتمايكروبيال ثيرابي والانتمايكروبيال كيموثيرابي في البداية سنحكي عن مقدمة نركز فيها على شوية ديفنيشنز على شوية امبورتانت كونسبت وبعدها سنحكي عن الانتي بكتيريالز انتي فانجلز انتي بايرلز انتي بروتوزونز وبرضو حتى بشكل سريع على الانتي المنتيكس وبنهاية هذا الشابتر ان شاء الله سنحكي عن موضوع مهم كثير من انتي م navigation يعني في البداية بحكي عن الانتي ميكروبيال كيموثيرابي دعني نتعرف عمني ملماذا يعني كيموثيرابياء كيموثيرابيائaling ما Formula Minute نحكي على التد depths بين استخدام العلاج الكيميائيه او كيموثيرابيالي مع الكانسر لقد نحكي على انتي الل Concern لإستخدامهم في الميديكالي براكتس وبالتالي لما نحكي عن أنتي ميكروبي الكيموثيرابي معناتهم نحكي عن كيميكال إيجنت ويستخدمين لتطريق مايكروبيال إنفكشن طبعا في عنا مصطلح مهم مرتبط اللي هو مرتبط في الأنتي ميكروبيال اللي هو الأنتي بايوتيك الأنتي بايوتيك اللي نحكي إنه فيه هو إليه سينتفيك ديفينيشن وفي عنا يعني خلينا نحكي يعني في عنا مصطلح يعني خلينا نحكي معنا استلاحة إيجنت في الكمون براكتس الأنتي بايوتيك اللي نتطلع على تعريفه العلمي هو يعني سيبلي وعبارة عن كيميكال سبستانس which is produced by a microorganism and can inhibit the growth or kill other microorganisms فهذا هو التعريف خلينا نحكي العلمي للأنتي بايوتيك إنه لازم يكون كيميكال كومباود لازم يصنعه مايكرو أورجانيزم ولازم يكون عنده القدرة إنه يقتل أو على الأقل يعمل انهيبش للايكرو أورجانيزم لكن بلنا نحكي إنه إن كومون براكتس إن ميديكال براكتس يعني يمكن إحنا استخدام الأنتي بايوتيك بنخليه لأ أعم شوي يعني إحنا لو شفنا على التعريف لو جانوا على التعريف بيطلب إنه يكون بروديوست باي مايكرو أورجانيزم يعني يكون ناتي براكتس لكن إحنا إن كومون براكتس فعليا هذا الديفنيشن أو هذا اليوست اكستندد لأحد لأيجنت بيكونوا سمي سينثيتيك وحتى كمان كومبليت كيميكال سينثيتيك يعني زي مثلا يعني لو كان في عنا يعني لو كان في عنا كيميكال أجنت بروديوست باي باكتيريا which can kill فنجاي ترى بينطبق على تعريف الأنتي بايوتيك فيعني لما نحكي أنتي بايوتيك فعليا إحنا أي إيجنت بيقتل أي مايكرو أورجانيزم فعريف العلمي ينطبق عليه بينما إن كيميكال براكتس يعني بالعادي إحنا كلمة أنتي بايوتيك بنستخدمها مع الأنتي باكتيريالز حتى لو ما كانوا ناتيور ففي عنا شوية اختلاف بين التعريف العلم الدقيق زي ما حكينا وإن كومون براكتس يعني بس تكيب تكيب ثنك سيمبل يعني إحنا أنتي بايوتيك معناتو بنحكي عن أنتي باكتيريال which is used systematically to treat bacterial infections يعني وخلص الأنتي فنجلز بنحكي عنهم أنتي فنجلز والأنتي بايويلز وهكذا يعني نسميهم باسمهم طيب الآن بدنا نحكي عن شوية خصائص مهمة جدا إنها تكون متوفرة في الأنتي ميكروبيا حتى نقدر نستخدمه سيستيماتيكالي وبهيومنز يعني إحنا بالنهاية مش أي كومباوند فعليا يعني بيعمل كيلينج أو إنهيبشن للميكرو أرغانيزم زي بنقدر نستخدمه سيستيماتيكالي وذي هيومنز زينا بنقدر نستخدمه في الأنتي ميكروبيا الكيموثيرابي لا في عنا عدة خصائص لازم تتوفر فيه هاي بنسميها احنا الـ ايديال أنتي بايوتيك أو فعليا إحنا بنحكي هاي خصائص ايديال أنتي بايوتيك وبالتالي صعب جدا إننا نلاقي إنها تكون متوفرة كاملة بيرفكت لإن إفري سنجل ايجنت لكن يعني هاي يعني خلينا بنحكي من الخصائص المهمة اللي كل ما كانت بتوفر في الايجنت أكثر معناته بيكون عنا إحنا بيتار أنتي ميكروبيا هاي الخصائص أول شيء طبعا أهم شيء دائما إحنا بنعرف أي دراج عنا أهم شيء اللي هو مؤمنية استخدامه أو اللي هو السيفتي وبالتالي أحنا أول نقطة بنحكي هنا عن يعني بالنهاية بأن الانتي ميكروبيا الاجنت يعمل كيلينج أو ديستركشن للمايكرو أورغانيزم بطنة لهيومن سيلز طبعا كونتيتيتيف لهذا احنا بنعمله إباليواشن عن طريق إشي بنسمي الكيموثيراكوتيك اندكس سيمبلي الكيموثيراكوتيك اندكس هو الراشو بين التوكسيك دوز والإفكتف دوز يعني إحنا عندنا أي دراج في الدنيا مش شرط مش بس يعني مش شرط يكون أي دراج في الدنيا دائما بيكون فيه إلو إفكتف دوز وإلو توكسيك دوز يعني يمكن فيه عندنا الرسمة المشهورة إنه والله لو بنا راقب الكونسنتريشن في الجسم يعني إحنا هاي الرسمة ممكن مرت عليكم بالفارماكو كايناتيكس أو السبخة راح اتمر عليكم إنه لو شفنا إحنا عفوا لو شفنا هنا الكونسنتريشن ومعليش يعني سامحونا يمكن الرسم مش بزياد القلم لكن بس أنا حتى نوضح الفكرة يعني إحنا مراقب لازمة كونسنتريشن في جسم الإنسان تعرفوا يعني إحنا دائما لازم نحاول نحافل على تركيز لدراج اللي هو عنا المينمم افكتف دوز أو افكتف دوز وفي عنا هون التوكسيك دوز فدائما إحنا لما نعطي دوزينج ريجيمين لازم دائما نحاول نخلي الكونسنتريشن بتوين ديس ويندو بايضا يعني المسافة هاي من هون لهون من التوكسيك لل افكتف دوز بنسميها الكيمو ثرابيوتيك اندكس معناته عنا التوكسيك دوز از مور يعني هايير ذان الافكتف دوز وبالتالي دا مور دا بيتر يعني كل ما زادوا عنا الكيمو ثرابيوتيك اندكس بيكون عنا بيتر سيفتي بروفايل فإن جنرال الانتمايكروبيا حتى نقدر نستخدمهم بالهيومن بادي نستخدمهم سيستماتيكالي لازم يكون لهم اللي تفلي هاي كيمو ثرابيوتيك اندكس وكل ما كان اعلى بيكون احسن واحسن طيب برضو كمان بدنا يكون سوليابل في البادي فلويتس يعني بالنهاية احنا بدنا نعمل سيستميك ادمنستراشن يعني احنا ممكن نوصل الدواء لالبلاد بحيث انه يروح يودي هو على وبالتالي بده يكون يعني سوليابل في البادي يعني بدنا حتى يقدر يوصل الـ طبعا ما بدنا احنا بنعرف لبادي فلويتس باراكي وصفة بدنا يكون له بحيث يوصل على الطبعا طبعا ما بدنا هي لانه هذا بيعمل مشاكل بحد ذاته اللي من اهم ها يمكن يعني وحتى كمان في التراك تكون بزيادة فاحنا ما بدنا هي لكن يكون يعني سفيشانتلي سوليابل طبعا برضو كمان عنا انه هاي عنا بروفيرتي يعني يمكن هي مش اتس اماست يعني ممكن احنا نستخدم الاجت حتى روما توفرت فيه لكن هاي كثير بتفرق باستخدامه يعني خليق نحكي يعني يعني اي دواء احنا وي هاي لن يكون اورالي بيو وبالتالي انه يكون عنده ريزيستنس للأسديك في الستباك وبالتالي ما يتكسر بحيث نقدر نعطي اورا اللي نعمل لأورا برضو هاي من الخصائص المهمة لالأيديال انتي بيوتك طب في عنا كمان من الخصائص اللي هو الهاف لايف يعني بدناش نعطي احنا انتي بيوتك الهاف لايف اله عشر دقائق يعني نروح نضطر نعطي انه والله ما يزبط إلا نعطي اي في انفيوجين او نعطي هاي نمبر اوف دوزيز يعني هذا ما رح يكون براكتيكل وبالتالي بدنا الاجنت يكون لونغ هاف لايف يعني بحيث انه نقدر نعطي يعني يعني خلنا نحكي الداوزينج فريكوينس تكون ريزولاب لانه مرة مرتين لونغ شلف لايف يعني بالنهاية بناش الشركة تروح تصنيع الدواء والله والشلف لايف تبع اسبوعين زمن يعني وبالتالي بدنا ريزولاب لونغ شلف لايف برضو موضوع مهم والكوست حتى فريم موضوع مهم لانه اذا كان الانتيبيوتك او اي دواء كان يعني هذا رح يأثري بشكل كبير على وحتى على بحيث انه يمكن يوصل لمرحلة وبالتالي احنا كمان من الخصائص المهمة انه يكون الدواء تبعا يكون قليل برضو بلنا تكون لما نحكي عن يعني بدنا دواء كمان ما يعملش مشاكل كثير في الجسم فيكون حتى على أو حتى كمان يعني احنا كمان كايدي الانتيبيوتك يعني خلينا نحكي بانه هذور كلهم يكون اقل ما يكون وكمان من الخصائص الانتيبيوتك انه الريزيستنس له يعني ما يكون سهل على البكتيريا او على المايكرو أرجنزم انهم يسووه كمان احنا بدنا نطور ادوية ويندفع عليه يعني دواء ويندفع عليه مليارات ويعني خلال سن زمن تكون كل البكتيريا ولا زي ما حكينا هاي الريزيستنس صعب جدا تتوفر كلياتها بشكل بيرفكت يعني في اي ايجنت لكن كل ما كان متوفر فيها اكثر عدد اكثر من هاي الريزيستنس طبعا بدي يكون لانتيبيوتك بيعطى اولوية اكثر في الاستخدام في بعضهم ممكن نعمل عليهم يعني انه والله بنعطاش يعني هاي ممكن نستغل عنها لكن في بعض الخصائص هاي لا مهمة جدا جدا زي بينما زي ما حكينا زي مثلا الكوست انه والله بنعطاش يعني هاي ممكن لكن يعني لو كان عندنا و بنعطى فقط راح نشوف انه استخدام راح يكون من لو انه والله بنعطى والكوست الآن في عنا كمان مهمة كونسبت اللي هو الانتيبيوتكس يعني احنا مع الانتيبيوتكس وخاصة مع الانتيبكتيريا زي مع الانتيبيوتكس في عنا دائما نسمع انه هذا نروسبكترم ولا برود سبكترم او انه برود سبكترم وهكذا فخلينا نفهم شو يعني سبكترم اوف الانتيبيوتكس حسنا يمكن المنطق بيحكي انه حسنا نحكي برود سبكترم بيحكي انه هذا الانتيبيوتكس افكترم اغانست ماني ماني بكتيريا يعني هاي نمبر اوف بكتيريا اللي نحكي لا انه هذا ما بيكفي لحاله يعني لو كان عندنا انتيبيوتكس بيشتغل على مية بكتيريا هل هذا كافي لحاله نحكي عنه برود سبكترم لا حتى نحكي عن انتيبيوتك برود سبكترم لازم يكون هذا الانتيبيوتك بيشتغل على بكتيريا احنا انجنرال يعني حتى انبسط الامور بنقسم البكتيريا انتو فايف او فعليا فور ميجر اجروبس عندنا الاجرام بوزيتف الاجرام نيجاتف المايكوب بكتيريا وعند الاتيبيكال البكتيريا زي الكلميديا والريكيتسيا هدول بيكونوا بكتيريا حتى احنا نحكي عن انتيبيوتك انه برود سبكترم لازم يغطي بكتيريا وتشمل بكتيريا من اكثر من من يعني لو كان عندنا انتيبيوتك بيشتغل عمية بكتيريا بس كلهم جرام بوزيتف منقدرش نحكي عنه برود سبكترم خلاص لو كان عندنا انتيبيوتك وغطي 100 بكتيريا وكان جزء منها جرام نيجاتيف جزء منها جرام بوزيتف سبكترم فبرود سبكترم انتيبيوتك بكتيريا من تاكسونوميك ايجو يعني عندنا مثلا فور ايجزامبل عندنا الامينو غليكوسايت سي سترمتوميسن وتوبراميسن هذو الذي افكتف اغانست من جرام نيجاتيف بكتيريا والآز المايكوبكتيريا والله حتى بغطوا كمان شمي جرام بوزيتف بكتيريا بينما عندنا دواء زي الايزونيازايد لا خلص هذا بيشتغل فقط على المايكوبكتيريا وبالتالي هذا بنعتبره نارو سبكترم عندنا البوليميكزين بيشتغلوا على نمبر بكتيريا لكن كلهم جرام نيجاتيف وبالتالي نعتبره نارو سبكترم فانتيبيوتك بيشتغل على بكتيريا أو بيشتغل على نمبر نمبر بكتيريا بنسمي نارو سبكترم بينما بيشتغل على نمبر بكتيريا من نمبر بكتيريا سيطلع نحكي عنه برو برو سبكترم طبعا أنه أفضل نستخدم نارو سبكترم ولا برو سبكترم فعليا بيعتبد على السيناريو إذا كانت البكتيريا معروفة يعني إذا كوزاتيف مايكرو أرغانيزم إذن سعيدها أفضل أن نستخدم نارو سبكترم أنتيبيوتك لأنه فعليا النارو سبكترم أنتيبيوتك بيشتغل بيشتغل بمشاكل بالرزيستنس بدرجة أقل وبرضو كمان الإفكت على النورمال فلورا بيكون أقل لكن في عنا كثير من السيناريو ممكن يكون عنا سيريس إنفكتشن والمايكرو أورغانيزم مش ايدنتفايت سعيدها لبرو سبكترم يعني أنتيبيوتك وي أمست وبالتالي زي ما حكينا حسب السيناريو والله إذا عارفين شو هي البكتيريا ومتأكدين أنه في عنا نارو سبكترم أنتيبيوتك بيشتغل عليها وي إذا لا إذا كنا مش متأكدين أو مش عارفين أصلا الكوزاتف بالزبط سيطر نفتر نستخدم برو سبكترم أنتيبيوتك طيب الآن نبدأ نحكي عن أنتيبكتيريا الأيجنت واللي حكينا نحن نحكي عنهم أنتيبيوتك وفعليا في عنا مئات أنتيبيوتك فحتى نسهل نفهمهم بنقسمهم بحيث أنه إذا فهمنا الميجر كاركتيريستيك لهاي معناته يعني خلص راح نكون فهمنا الكاركتيريستيك لمعظم الأيجنت في هاي وحقيقة نحن أنتيبيوتك ممكن نصنفهم بأكثر من طريق يعني نحن نصنفهم بناء على الكيميك ممكن نصنفهم لا ولكن ممكن نصنفهم بناء على الميكانيزم فعليا نحن نحن نصنفهم وبالتالي راح نقسم حسب الميكانيزم أو واللي بناء عليها يخصم عنا أول جروب اللي هم بيشتغلوا باي الانهيبشن عنا كمان وهي فعليا هي بري لارج بري امبورتن جروب الانتيبيوتيكس وأنا دائما بحب بحكي إنها قد تكون الانتيبيوتيكس عنا كمان جروب الثاني وهي مهم جدا وهي الانهيبشن اللي هم الاجنس بيشتغلوا على طريق الانهيبشن يعني بنحكي بيشتغل هذو المين اللي على الريبوزوم بيعملوا الانهيبشن في عنا الغروب الثالث اللي عدد الاجنس فيها إقلال فعليا لأنه يمكن كسيليكتف تكسيس اللي يمكن أقل واحدة فيهم اللي هو الاجنس اللي بيشتغلوا عن طريقة بيسرابشن في السيل و السيل ممبرين في عنا الجروب الرابع اللي هو الانهيبشن لديانييك أسد سينثيس يعني بيعملوا الانهيبشن للدياني سينثيس أو الاراني سينثيس أو لبوث فعليا في بعضهم وعندنا آخر شي اللي هو بنسميهم الانتي ميتابولايت يعني إذا كان يعمل انهيبشن للسينثيس أو سيرتين اسينش الميتابولايت غير الأربع اللي حكي لهم يعني زي ما إحنا إذا عمل سيلول سينثيس خلاص من المجموعة الأولى إذا والله لدياني معنا المجموعة الرابعة طبعا لو بيعمل انهيبشن للفوليك أسد الفوليك أسد لكن ما بيزبط عليه أي واحد بالأربعة خلاص هذا بنصنفه كأنتي ميتابولايت طبعا برضو أنا هنا بدي أحكي عن نقطة مهمة أنه يعني لماذا اعتمدنا المود أو أكشن لأنه هاي بتساعدنا كثير لما نكون عارفين أنه الإيجنت والله شو كيف بيشتغل بالزبط أنه هل هو سلوول سنتيز انهيبتر أو دي ان اي سنتيز انهيبتر أو أنتي ميتابولايت بتساعدنا كثير نعرف أنه الأنتيبيوتك صايدل أو ستاتيك يعني بكتيريا صايدل أو بكتيريا ستاتيك ليش شو يعني بكتيريا صايدل أو بكتيريا ستاتيك تتذكروا في تعريف الانتيبيوتك حكينا الانتيبيوتك هو كيميكا بيعمل كيلينج أو انهيبش للمايكرو أرجم طيب هسا الاجينج بتعمل كيلينج للبكتيريا هاي بنسميها بكتيري صايدل بينما اللي بتعمل فقط انهيبش للبكتيريا لجروث هاي بنسميها بكتيريو ستاتيك نحن بنستخدم بوث طب بيجي واحد بيقول لك طب انت بكتيريو ستاتيك ما بيخطر البكتيريا فقط بيعمل انهيبش للجروث طب كيف أنا بدأ استخدم حتى أعالج فيه بكتيري الانفكشن ألا استيل بنستخدم وليش انه احنا في هاي الحالة بنكون مركزين على انه الانتيبيوتك يمنع البكتيريا تتكاثر تضلها على لون برز بحيث الاميون سيستم لما يكمل رسبونس يقدر يقضى عليها بسهولة فهي بري امبورتنت بوين انه احنا مع البكتيريو ستاتيك ايجنت فعليا بنركن على الاميون سيستم حتى يعمل هو البكتيريا بيعمل البكتيري سايدة الاجنت لا ما بنركن على الاميون سيستم بالنهاية هاي النقطة مهمة ليش لانه لو كان عندنا مريض مثلا مع انفكشن وكان اميون كومبرمايز يعني بيشنت مع ايدز او بياخذ اميون ساعدت لا بنستخدم مع بكتيريو ستاتيك ايجنت فهذا اميون ستاتيك يعني نحكي بيس انفرميشن ان البكتيريو ستاتيك ايجنت يس بيش بيش لكن في بعض مستخدم ما بنستخدم هم زي ايش اذا كان عندنا اميون كومبرمايز بيشنت ساعدت الاميون سيستم ما رح يعمل الميكرو او حتى اذا كان عندنا لايف ثريتيني انفكشن يعني احنا هون ساعدت بنخاطر بانه والله احتمال يفشل الاميون سيستم انه يعمل الميكرو او وبالتالي ويهاف توقف اصايد ايجن لكن اذا كان عندنا واحد عنده ميكرو اميون سيستم وكان عندنا مائل او حتى مدر انفكشن ساعدت ها ممكن نستخدم بكتيريو ساعدت طب هسا احنا زي ما حكينا معرفتنا الميكانيزم او اكشن بتساعدنا كثير ليش تانه مثلا السيلول سينثيز انهيبترز كلياتهم هدول بدون استثناء على البروتين سينثيز انهيبترز هدول كلهم عدوان جروب اللي هي الامين وغلايكوسايدز يعني هاي الوحيدة هي السايدل الباقي كلهم بكتيريو ستاتيك فبنحكي هون مع انه عن امبورتنت اند لارج جروب اف انتيبيوتيكس لكن معظم هم هدول بكتيريو ستاتيك وبالتالي ان سيرتن سيناريوز بزبوط مثلا نستخدمهم لحاله طيب في عنا اللي بيعمل الاندرابشنز للسيل ممبريان لا هذول برضو سايدل معينهم مقلال بس كلهم سايدل هسا الانهيبشن افل نيوكليك أسد سينفيسيز هذول فعليا في منهم سايدل في منهم ستاتيك ومعظمهم بكتيريو سايدل على البرو بينما اخر اللي هي سينفيسيز انهيبتر او بيعمل ديسربشن للسيل ممبريان او حتى بيعمل انهيبشن للنيوكليك أسد سينفيسيز معناته مستلايك لانه بكتيري سايدل ايجا بينما اذا كان انهيبتر باستثناء الامين وبلايك سايد سنحكي عنها ان شاء الله لاتر او اذا كان انتي ميتابولايت معناته مستلايك لانه بكتيريوستاتيك ايجا طيب الان بلنبدأ نحكي عن كل واحدة من هذول ونبدأ باول جروب اللي هي سيلوال سينفيسيز انهيبيتر لما نحكي عن سيلوال سينفيسيز انهيبيتر بنحكي عن اهم مجموعة من الانتيبياتيك انا دايما محب احكيها وفعليا بتشمل عشرات يعني اذا بتشمل احد اكثر من مية ايجنت فهي مهم وزي ما حكينا يعني من المست ايجنت انتيبياتي اذا مش هي اصلا المست ايجنت هس هاي نفس يعني احنا السيلوال سينفيسيز انهيبيتر او اي واحد من الميجر ممكن نلاقي تحتها اكثر من كيميكال جروب السيلوال سينفيسيز السيلوال سينفيسي انهيبيتر مع انه يعني ديفرنت ايجنت لهم ديفرنت كيميثري لكن فعليا معظم اللي يستخدموا في الواقع بيجو من وان كيميكال جروب اللي هو يسميها احنا البيتا لكتام انتيبيوتكس طيب فالسيلوال سينفيسيز انهيبيتر هي من اهم الانتيبيوتك جروب والسيلوال انهيبيتر فعليا معظمهم هم عبارة عن بيتا لكتام انتيبيوتكس بنحكي عن واحدة من اهم الانتيبيوتك ايجروب طبعا لما نحكي بيتا لكتام في عنا ديفرنت ساب جروب من اشهرهم اللي هم البينيسيلينز والسيفالوسبورينز طبعا في عنا جروب شوي اصغر لكن لهم اهمية برضو في سيتيواشن اللي هم الكاربابينيمز والمونوباكتامز فكاربابينيمز مونوباكتامز بالاضافة طبعا للبينيسيلينز والسيفالوسبورينز كلهم مع بعض هذول بنسميهم بيتا لكتامز أو بيتا لكتام انتيبيوتك طبعا من اجه هذا الاسم لانه في الستركتر تبعهم فيهم كيميكال رينج يعني فيهم رينج اسمها بيتا لكتام يعني احنا عنا الرينج اللي هي هاي لكتام يعني سايكليك امين يعني وجود هاي دي جروب ونسميهم البيتا لكتام انتيبيوتك طبعا هذا البيتا لكتام للبينيسيلينز وهذا فيه عندنا البيتا لكتام للسيفالوسبورينز طيب هل في عنا اذر يعني هل في عنا غير عن البيتا لكتام ايس لكن بري فيو يعني عنا اثنين رح نحكي عنهم فقط في هاي المادة اللي هم الفانكوميسين والباسترسين او ما حكينا ما اللي بني نحكي عن البينيسيلينز والسيفالوسبورينز فالبينيسيلينز والسيفالوسبورينز مع انهم من اقدم مجموعات الانتيبيوتك يعني قديمات وطبعا طبعا هم باكتشافهم من اقدم الانتيبيوتك لكن للان بطلعوا نيو سمسينتاتيك ديريباتيف منهم بس اللي بنا نحكي ان هذول مع انهم بيجي واحد بيجيوز بشكل اللي هم من اهم انتيبيوتك ايجو طيب هسا نيجي على الانتيبيوتك ميكانيزم او اكشن لهذول البيتالاكتاب يعني كل البيتالاكتاب سواء سيفالوسبورينز مونو باكتاب او كاربابينيمز فعليا بيشتغلوا بنفس الميكانيزم او اكشن اللي هي عن طريق احنا بنيعرف انه 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 طبعا كيف بيشتغلوا بالضبط هذول بيعملوا انهيبشن لانزايم او مجموعة انزايمز اسمهم الترانس بيبتايديز انزايمز هسا هذا الترانس بيبتايديز انزايم واللي فيه كثير ناس بيسموه البينيسيلين بايندين بروتين لانه بالنهاية البينيسيلينز بيشتغلوا عليه بيرتبطوا فيه وحتى في ناس هم مجموعة انزايمز يعني في بعضهم الافينيتي اكثر لالالبينيسيلينز بيسموهم بينيسيلين بايندين بروتين في بعضهم الافينيتي لأعلى للسيفالوس فورين بيسموهم سيفالوس فورين بايندين بروتين بس هم كلهم هذول عبارة عن طرنس بيبتايديز طيب فالبيتاي الكتاب انتيبايتكس كلياتهم بيعملوا ان الريفيرس بالفعليا انهيبشن للي مثل Trans-Peptidase Enzymes. هم يشبهوا السبستريت تبعته اللي يديه الانين فبيرتبطوا بالاكتف سايد تبعه بعملوا كويلانت بوند وبالتالي Irreversible Inhibition بيظلهم موجودين هناك خلص هذا الانزايم بيخرج بعيد طيب طب وعملوا هذولا الانهيبش لل Trans-Peptidase Enzymes كيف يبنوا على السلول سنتيسيز يعني هو شو يساوي بالضبط هذا الانزايم؟ هذا الانزايم اللي بيعمل كروس لينكينج لل Polypeptide Chains تتذكر لما حكينا عن البكتيريا السلستركتشر حكينا انه السلول للبكتيريا هي عبارة عن Very Long Polysaccharide Chains كروس لينكت with peptides بشيء من اللي بيعمل الكروس لينكينج هو ال Trans-Peptidase Enzymes والكروس لينكينج هذا هو اللي بيعت الرجيدي للسلول وفي البكتيريا واللي حكينا هاي Very Important في منع يعني هاي Very Important يعني للبكتيريا حتى تقدر تحافظ على هاي ترجيدي انها ما تنفجر لما تكون في الهايبو اسموتيك انباونيج احنا بنعرف انه معظم البيوليجيك الفلويدز يعتبروا بالنسبة للبكتيريا هايبوتونيك فلو ما عندهم سلول وجودهم في هاي الفلويدز ستخليهم ينفجروا من اللي بمنعهم ينفجروا؟ الريجد سلول طيب هاي الانتيبيوتكس اذا عملت انهيبش اللي كروس لينكينج السلول راح يبط للريجد يعني البكتيريا بتصني على التولي سكراي تشينز بس ما بتقدر تشبكهم مع بعض وبالتالي بيظلوا عنا very loose structure فما بيحمل البكتيريا من انها تنفجر لما نحطها في هايبو اسموتيك فلويدز وعشان هيك كلهم بكتيريا سايدة لانه خلص تمنع الكروس لينكينج ببطل السلول ريجد في الهيومون الفلويد اللي يعتمر للبكتيريا هايبو اسموتيك انباونيج مباشرة مثل الهلايسيز بس تنفجر وبالتالي بتموت طيب هسا الان نبدأ نحكي عن الـ بيتالاكتام ونبدأ اول شي في البنيسيلينز اللي هي اقدم مجموعة من كل الانتيبيوتكس فعليا هايبنعرف احنا اليكساندر فليمينج اللي اكتشف اول انتيبيوتك فعليا هو اكتشف بنيسيلينز طيب هلنقطة مهمة انه اذا حكينا بنيسيلينز فاحنا بنحكي عن كل البنيسيلينز بنحكي عن يعني الغربان تنفجر اذا حكينا بنيسيلين هايك لحاله او بنيسيلين جي فعليا احنا بنحكي عن الانتيبيوتك اللي اكتشفه اليكساندر فليمينج فلما نحكي عن بنحكي عن الانتيبيوتكس وهدو انه زي ما حكينا هم أول يمكن انتيبيوتكس اللي صر لهم ايزوليشن اللي عن طريق اليكساندر فليمينج وفريقه من فنجاي فعليا الطريق نوتاتم اسمها ومن هون اجل الاسم اللي هو penicillins اللي هم isolated هذولا they were first isolated from penicillium notata عندنا اول ايجنت واقدم واحد ويمكن اهم الانتيبيوتكس حتى الان اللي اللي اكتشفوا عليه في سندر فليمينج هذا بنسمي احنا الpenicillin G او الpenicillin هذا الpenicillin او الpenicillin G واحد من اهم الانتيبيوتكس حتى الان مع انه عمره تقريبا مئة سنة ليش؟ لانه هذا الانتيبيوتكس is one of the best antibiotics in term of the properties يعني هذا الانتيبيوتكس تتذكروا قبل شوي ممكن حكينا عن الانتيبيوتكس الانتيبيوتكس والسافتي بروفايل له اكسلنت من افضل الانتيبيوتكس انتيرم وفي سافتي بروفايل وباي ذوي هاي خاصية بتنطبق اكل البيتا لك تام انتيبيوتكس يعني خاصة الpenicillins والسيفالوسبورينز فعليا هم من الموست والتولاريتد انتيبيوتكس الا اذا البيشنت كان عنده واليرجي لهم رح نحكي عنها كمان شوي لكن ان جنرال هم امونج السيفست انتيبيوتكس فحتى مع الاطفال بقدر نستخدمهم وحتى مع البرينجننت وومن يعني هم برينجنسي كاتيجوري بي فالسيفتي بروفايل تبعتهم اكسلنت they are not expensive ناو لانه يعني هم من اوائل انتيبيوتكس اكشافهم فحتى معظمهم في منه جينيريكس وبرضه كمان الهاف لايف طبعا احنا في عنا ديفرنت ايجنت في بعضهم يعني له يعني بتقدر تعطي وانس ديلي او تويس ديلي والله بعضهم ممكن ثلاث اربع مرات بس وبرضه كمان حتى يعني خذينا نحكي بس شو مشاكلها في مشكلتين اول مشكلة انه اتكنت بي ادمنسترد يعفوا اتكن اولي بي ادمنسترد برينترالي يعني منقدرش نعطيه لازم نعطيه باي انجكشن وهو بيرعطى باي بوث اي في و اي ام وبالعادة مع الاي في بي استخدم المور المور سوليا بالسولت اللي هو البوتاسيوم سولت بي نزل البينيسيلين بينما مع الاي ام انجكشن حتى نعطي هكا برولونج اكشن نستخدم اللي سوليا بالسولت اللي مناشرهم البروكين او البنزاثين سولت او البنزل البينيسيلين والمشكلة الثانية فيه عدا انه لازم منعطيه برينترالي المشكلة الثانية انه هذا نروسبيكتر اتس اوني اكتف اغانست غرام بوزيتف باكتيريا وبالتالي براكتكالي يعتبر نروسبيكترا بس باي ذاوي بي غطي معظم المدكالي امبورتانت غرام بوزيتف فمع انه نروسبيكترا لكن بيغطي واي ديينج اوف انكشن لانه زي ما حكينا اتس ا اهايلي بوتن ت 에جنت ويجز افكتيب موست 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 Conversive لكلي غرام نيقاتيب لا ملوش ايه يوسفل اكتيبيتي طيب حسا فيه عنا انا در اخر ناتورال بنزلين اللي هو البلسلين في هذا ناتورالي اوكيرينج ويعني خصائصه زي البيشبه كثير البينسلينجي وحتى انترم افلي سبكترام لكن الحلو فيه هذا بنعطى اورالي يعني انحلت فيه احدى مشاكل البينسلينجي احنا حكينا البينسلينجي almost an ideal antibiotic لكن فيه مشكلتين اساسيات ما بنعطاش اورالي وانه نورو سبكترام فقط بشتغل على جرام بوزيتف بكتيريا او مين اللي بشتغل على جرام بوزيتف بكتيريا البينسلين فيه يعني هذا ناترال برضو وبنعطى اورالي يعني حلت والله فيه مشكلة بس هل حل محل البينسلينجي لا وهذا استخدامه الآن قليل جدا يعني ما حل محل البينسلينجي ليش لانه البينسلينجي تبعته اقل فهذا ما حل لنا المشكلة يعني حتى ما حل محل البينسلينجي في الاستخدام طيب عشان هيك ايش لجأنا احنا احنا لجأنا انه نعمل semi-synthetic derivative لجأنا طبعا مش انوياكم البشرية يعني احنا احنا اوه semi-synthetic derivative نحاول نعمل chemical modification على البينسلينجي بحيث نحل المشكلتين اللي فيه ليش تقلقا انو حكينا هو almost idea فقالوا خلينا نحاول نعمل semi-synthetic derivatives نعالج مشكلة oral bio availability ونعالج مشكلة spectrum بل كتلا معانا ideal antibiotic وفعليا هذا اللي صار فطلع عنا احنا يعني طلع في عنا wide range of semi-synthetic derivatives هذولا كانت تصنيعهم يعني كل مرحلة له هدف معين بس في المرحلة المراحل الأولى خلينا نحكي كان الهدف الأساسي منهم هو حل مشكلة oral bio availability وال spectrum طبعا ليش هو مش oral bio availability بل كنسلينجي لأنه highly sensitive للأساسي بالاستمك وبالتالي بالاستمك بتحطم طب حاولوا يعملوا chemical modification يخلوا acid stable وبالتالي نقدم نعطيه orally وفعليا يعني هم اضافوا amino group طلع معهم البنسلينجي فالأموكسلينجي فالأموكسلينجي ممكن يعمل big difference فعليا احنا from pharmacological point of view فطلع عن الأموكسلين وهذا نفسه اضافوا عليه كمان hydroxyl group طلع عن الأموكسلين هذول 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 أصبحوا acid stable وبالتالي صار لهم broader يعني عفوا صاروا بنعطوا orally وبردو ايش صار لهم broad spectrum يعني هم ظلهم يغطوا gram positive bacteria اللي بغطيها penicillin G واصبحوا يغطوا large number of gram negative bacteria فعشان هيك هذول بنعتبرهم احنا broad spectrum فالأموكسلين أو الأموكسلين يعني almost ideal وفعليا تقدر تقول هم من most ideal antibiotiques ليش لأنه penicillin جي حكينا almost ideal في مشكلتين والمشكلتين هذول two agents انحلوا وعشان هيك هم يعني بتعرف الأموكسلين يذكر في شوحات فينا مش مااخذوا أكثر من مرة للآن يعني هذول من أكثر الانتيبيوتكس استخداما على الإطلاق ليش لأنهم زي ما حكينا يمكن من most ideal antibiotiques good أو excellent safety profile بنعته أورالي broad spectrum not expensive لهم زي الأموكسلين يمكن تعطيه مرتين باليوم وبرضو كمان حتى shelf life لهم يعني طويل وبالتالي زي ما حكينا من أكثر الانتيبيوتكس استخداما طيب طبعا ليش الأموكسلين وغروب خلوهم هذولا يشتغلوا على بكتيريا البنسلين ما كان يشتغل بكتيريا لأنه مالوش يعني ووتر سوليابيليتي وبالتالي ما كان يقدر يدخل عن طريق البورين هو مال بس ما كان يش له جود ووتر سوليابيليتي فما كان يقدر يدخل من خلال البورين تبعات الجرام نيكتف بكتيريا الموجودين في الأوتر ممبريان في إضافة الهايدروفينيك بالنهاية موجود في بكتيريا لكن البنسلين لم يكن يقدر يصل لأنه لم يكن يدخل خلال البورين بكميات كافية طيب هسا نعرف عندنا نظر من البنسلين هذا ما هو فكرتهم كانت فكرتهم أن الكميكال موديفكيشن على الأموكسسلين والأمبسلين مع أنه خلاهم برودي سبكترام يعني خلاهم يغطوا موديفكيشن بكتيريا لكن في عندنا بعض الهيلي بكتيريا ما غطوهم من أهمهم على الإطلاق السودومونس إريجينوزا السودومونس إريجينوزا هو واحد من الأموكسل بكتيريا التي تعمل بكتيريا لليهيومان وهذه البكتيريا فعليا بهمنا دائما أن يكون في عندنا أنتبيوتكس نستخدمهم معها لأنها تعمل كثير ومش بس شاطر بالرزيستنس كمان والأنتبيوتكس سواء الانيت أو الأكويرد والأنتبيوتكس اللي يشتغل عليها قلال فدائما يهمنا أن نطور أنتبيوتكس يشتغلوا عليها حاول يعملوا كيميكا موديفكيشن وطلع معهم مني يعني خلينا نحكي بين السودومونس من أهمهم عنها الكاربينسلين تيكارسلين والبيبارسلين اللي فعليا هذول الكيميكا موديفكيشن خلاهم يغطوا ماني ماني جرام نيجاتف بكتيريا موديفكيشن موديفكيشن بس هذول مش أسد ستابل فما بينعطوا إلا برينترالي يعني بس مشكلة كبيرة يعني اللي نحكي إنه في عنا مجموعة من البيبارسلين اللي هو زي كاربينسلين تيكارسلين أن بارسلين هذول برود سبكترم بغطو جرام بوزيتف و جرام نيجاتف موديفكيشن بكتيريا من اللي من أهمها سلمونس إليجونوزا و هذول رزير زي ما حكينا هاي البكتيريا ما عنا كثير أمشيز أفيل بالإلهاء فعشان هيك إذا كان عنا أنتبيوتك إلو بالعادي بنخبيلها فهذول الكاربينسلين تيكارسلين بارسلين هم برود سبكترم بجوز واحد يجي يقول لك طب يعني السبكترم هم أحسن يعني ما كان آزكم آزل أمكسسلين الأمبيسلين ومش بس هيك كمان لأنهم بنعطوا بارسلين ويحب الاستخدام وعشان ليك في كثير من الريفرانس هذول شو بتسميهم بتسميهم أنتي سودومونال بنسلين وفي ناس بسموهم إكستيندد سبكترم بنسلين ليش بسموهم إكستيندد سبكترم إكستيندد سبكترم يعني برودي سبكترم بس يعني هم بالعادة بسموهم إكستيندد سبكترم حتى يميزوهم على الأموكسسلين والأمبيسل لأنه أي واحد تيجي تقوله برودي سبكترم بنسلين بخطر باله مباشرة الأموكسسلين والأمبيسلين فقالوا بنسميهم إكستيندد سبكترم حتى نعرف أنه هذول والله بغطوا لسه موري طيب الآن حكينا الأموكسسلين والأمبيسلين وحتى عنا الأموكسسلين يعني هذول يمكن صاروا برودي سبكترم وفي حالة الأموكسسلين والأمبيسلين حتى صاروا ينعطوا أورالي فأقول مستخلص وستنى أنه صار عنا آيديا الأنتيبيتيكس صح؟ المشكلة هسيش أنه البكتيريا بلشت يعني بعد استخدام اللي حكينا عنهم للآن بلشت يظهر عنا بعض البكتيريا صارت رزيستانت لهم طب كيف عملت رزيستانت بلشت تصنع يعني في بعض البكتيريا بلشت تصنع إنزايم اسمه بيتالاكتاميز إنزايم طبعا من اسمه بيتالاكتاميز شو بيسوي بيكسر وبحلل البيتالاكتامرينج وهي بيتالاكتامرينج مونغ من دول l Grantam فعشان هيك هسا البكتيريا هاي اللي صنعت بيتالاكتاميز بيتالاكتاميز انزايمز صارت تكسر البتالاكتام فيصفوا انفكتor فصارت رزيستانت من أوائل من أوائل البكتيريا البكتيريا الليinin بلشت تصنع هذول الradaكتاميز انزايمز هاي السطفلو و هاي البكتيريا يعني مشهورة بالموضوع الانتيبريك ريزيستنس يعني شاطرة كثير بموضوع الريزيستنس فنستفل له كوكاس أوريس مع أنه كل سترينز كانت ساستبت باليمكن البينيسيلين جي لكن بعد بعض الامر بلش يظهر عنا سترينز تصنع بيتا لكتاميز انزيم وبالتالي صارت ريزيستنس لكل اللي حكناهم للآن سواء البينيسيلين جي بنيسيلين في أموكسسيلين أمبيسيلين كاربنيسيلين كل اللي حكناهم فحاولوا شو يسووا حاولوا يعملوا نيو يعني أذر سمي سينثيتيك بنيسيلينز بديش حكي نيو لأنه مصلهم عشرات السنين هذولا مش نيو بس حاولوا يعملوا كيميكال موديفكيشن على الستركشور في البنيسيلينز بحيث يخلوهم ريزيستنس لهذور الانزيمز اللي هم البيتالاكتاميزز أو البيتالاكتاميز انزيمز وفعليا طلع عنا مني ايجنت يمكن البروتوتيب تبعهم بيسموه هو الميثيسيلين وفي لكن الميثيسيلين والله لا يستخدم كلينيكالي لا في عنا مني اذر ايجنتز في هاي لغوب يمكن من اهمهم الاوكزاسيلين اكلوكزاسيلين في عنا كمان واحد اسمه فلوكلوكزاسيلين والنفس سيلين هذولا الايجنتز هذولا الايجنتز they don't get degraded by beta laكتاميزز وعشان هيكا ستل بيشتغلوا على البكتيريا حتى لو انها بتصنع بيتالاكتاميزز طبعا في كثير ناس بيسموهم anti-staphylococcal penicillins ليش anti-staphylococcal penicillins لان هالستفيلوكوكز كانت من اوائل البكتيريا اللي عملت اللي صنعت الانزامج هذول beta laكتاميزز وفعليا مور أورليس صمموا الادوية هاي عشان يحلوا مشكلتها عشان يعني يعني يستخدموهم مع هاي البكتيريا مع الاستفيلوكوكز اللي بلشت تصنع البيتالا لاكتاميزز وفي ناس بيسموهم طبعا ويمكن هذا هو المور سانتيفك الي اكيوليتنيم اللي هو بسموهم البيتالاكتميز رزيستانت بينسيلينز من الريزيستانت الانتيبيوتيك؟ resistant by البيتالاكتميز فهي المجبوع اللي بروتوطيب تبعها اللي هو الميتسلن زي ما حكينا اسمها البيتالاكتميز رزيستانت ينيسيلينز أو اللي بنسميهم انتيستفيلوكوكا ينيسيلينز هذور الكيميكال موديفيكيشن تبعهم بس المشكلة ما خلاهم برود سبكترام فعليا هم بشتغلوا فقط على جرام بوزيتف بكتيريا وبالتالي يعتبروا نور سبكترام واللي الميجر يوز تباهم هو فورليجرام يعني توبي يوز اغانست جرام بوزيتف بكتيريا ويوجد بيتالاكتميز بروديوسي زي ما حكينا من أشهرهم لستافيلو كوكاس أوليس طيب حسا في عنا طلعت مشكلة انه في بلش يظهر عنا جرام نيجيتف بكتيريا تصنع بيتالاكتميز وبالتالي صارت رزيستنت للأموكسيسيلين أو للأموكسيسيلين أو حتى للأموكسيسيلين اللي بشتغلوا على جرام نيجيتف بكتيريا زي ما حكينا زي الكاربينيسيلين طيب حسا هاي هل بيزبط نروح نستخدم لها أكزا سيلين أو أكزا سيلين لا ليش؟ لأنه حكينا هذولاكا بنسميهم الانتستافيلو كوكا البينيسيلين أو بنسميهم البيتالاكتميز رزيستنت بنسيلين حكينا أنهم نروس بكتور فقط بشتغلوا على جرام بوزيتف بكتيريا فعشان هيك من ساكنت أبروتش فقال لك بدل ما نرد هسا نطلع مجموعة جديدة يتشتغل والله يطلع فيها مشاكل كثير خلاص لماذا نستخدم إنهيبيترز للبيتالاكتميز الزي وهذا اللي صل يعني صلعوا عنا يعني في عنا يمكن أشهر واحد على الإطلاق اللي هو الكلاديولينيك أسيد وفي عنا سم أضل زي التازوبكتام حس هذولا يعني زي الكلاديولينيك أسيد هذولا مش انتيبيوتك بير سي لهم ويك انتيبكتيري الأكتيبيتي لكن بالعادة نستخدمهم إحنا مش فورذير انتيبكتيري الأكتيبيتي ماذا نفعل؟ نستخدمهم إن كومبينيشن مع نادر بنسلين إنه والله كلاديولينيك أسيد بالعادة نستخدمه مثلا مع الأموكسيسلين بحيث إيش؟ بحيث إنه هذا الكلاديولينيك أسيد يروح يحمل أموكسيسلين من البيتالاكتميز لأنه هذا إنهيبيتر إليهم فهاي الفكرة الآن كوموليوز يعني بتعرف يمكن الأوغمانتين أو الأموكلان هو سيبلي كومبينيشن بين الأموكسيسلين و الكلاديولينيك أسيد لو واحد سألك طب شو الأموكسيسلين بتقولوا هذا أنت بايتك برودي سبكترم بنعطيه أورالي اللي هو من البينيسلين طب شو الكلاديولينيك أسيد؟ الكلاديولينيك أسيد هذا إنهيبيتر للبيتالاكتميزز وبالتالي بيحمي الأموكسيسلين من أنه يتكسب منه طب فروحنا لو أعطينا كلاديولينيك أسيد مع أموكسيسلين ساعتها هذولة بنجد أن نستخدمهم مع جرام بوزيتف بكتيريا أو جرام نيجاتف بكتيريا حتى لو أنها بتصنع بيتالاكتميزز طبعا في عنا التازوباكتام زي ما حكنا هذا يستخدم بالعادة يستخدم من اللي مع البيبارسلين والبارسلين هذا من الأنتي سودومونالبينيسلين زي ما تتذكروا فالتازوباكتام والبيبارسلين هذا الكمبينيشن نقدر نستخدمه مع جرام نيجاتف بكتيريا حتى برضو حتى لو أنها بيتالاكتميز روديوسيك بروديوسيك طيب هيك بنكون خلصنا اللي بنحك عنهم بس تراب تنكس أب هيك أن نلخص بشكل سريع البيبارسلين حكينا البيبارسلين في عنا الناترال زي البيبارسلين جي و البيبارسلين في وخاصة البيبارسلين جي هو الأكثر استخداما هذا اكسلنت بروباريتيز لكن حكينا في مشكلتين رئيسيات بنعفاش أورالي وأنه نروسبيكترم بيشتغل فقط على جرام بوزيتف حاولوا يعملوا سيمي سينتاتيك ديريباتيز بحيث أنه يخلوا والله بروديوسبيكترم طلعنا عنا الأموكسيسلين والأمبيسلين هذول بروديوسبيكترم وبنفس الوقت صاروا الحلو فيهم أسد استابل وبالتالي بنعطوا أورالي استخدامهم بري بري كومون لأنهم أول مست ايديل أنتي بيوتكس حكينا بس بغطوش بعض جرام نيكاتيب بكتيريا عملوا أذر سيمي سينتاتيك ديريباتيز بنسميهم إحنا أنتي سيدومونالبينيسلينز حكينا لأ هذول بروديوسبيكترم وحتى بنسميهم إكستيندد سبيكترم لأنهم بشتغلوا على ماني ماني بكتيريا بإضافة للسبيكترم الأصلي طبعهم اللي هو علي جرام بوزيتف وبالتالي بنسميهم إكستيندد سبيكترم بس حكينا هذول يعني لأنهم بشتغلوا على يعني ما بنستخدمهم كثير كثير حتى ما يصير ريزيستنس لهم فعشان هيك استخدامهم لا يعني حكينا بلشت تظهر عنا مشكلة حلناها بطريقتين أول طريقة أنه صنعنا بين السلينز هم انترمسيكلي ريزيستن للديجراداشن باي البيتا لكتاميزز زي الميثيسلين اوكزا سلين كلوكزا سلين وفلوك لوكزا سلين حكينا هذول بس مشكلتهم أنهم بيشتغلوا فقط على جرام بوزيتف بكتيريا فعننا الأبروش الثاني اللي علاجنا فيه موضوع البيتا لكتاميزز اللي هو نحط انهيبتر نستخدمه انكمبينيشن مع الدواء تابعنا زي الكلافيولونيك اسيد وهذا سيتخلص يزبط مع نيجاتيف وفوزيتف لأنه العموكز سلين رول السبكترم والكلافيولونيك اسيد بعمل انهيبشن للبيتا لكتاميزز غض النظر مين نشو البكتيريا اللي بتصنعهم طيب حسن البيتسيلينز هذولا دي آر يعني أمونك السيفست لكن في موضوع مهم جدا بنحذر منه اللي هو البيتسيلينز بتميز يعني فيهم مشكلة انه نسبة الناس الاليرجيك لهم عالية يعني في عندنا دراسات بنحكي انه تقريبا من 1 ل 5 بالمية من بس بالعادي بيكون النسبة أقل من هيك بكثير بنسيلينز لا فيه عندنا بيرسنتيج خاصة في الأدلت لانه نادر شوي في الشيلدرين يعني كثير من ناس ترى هاي نقطة مهم بدأ احكي عنها كثير ناس وهو طفل بجوز ما يكون الاليرجيك لل بنسيلينز بس ممكن لما يكبر يصير عشان هيك لو واحد والله انه ما اخذ بنسيلينز وهو طفل وهو صغير يعني هذا ما نركن وهو ظلت انه مش رح يكون الاليرجيك لا ممكن الاليرجي ويوجول وهاي مشكلتها الاليرجي انها كان بي سيريوس يعني ممكن تأدى طبعا مش عند الكل ممكن الاليرجيك هذا يكون سيفير فيسبب انافلاكتك شوك وانافلاكتك فعشان هيك حتى نلخص الموضوع بالجزئية هاي بنسيلينز من اأمر الادوية زي ما حكينا حتى مع انفنت حتى مع بريغنان تومان يعني تقيبا لكل الاجي جروبس ينعطوا فهذول من اأمر الادوية الا اذا الاليرجيك انهم ساعتها ممكن يكونوا من اخطر الادوية عليه عشان هيك دائما بجزء تعرف وفي الميديكي البراكتس مهم جدا قبل ان نعطي واحد بنسيلينز نتأكد انه مش الارجيك طبعا فيه الارجي تيست سهل وستريت فورورد بيعملوا انجيكشن لفري بري لو امون تحت الاسكن ويشوف اذا صار في عنا اميور رسبونس او يعني نعمل الوكال انجيكشن لفري بري سمون امون حتى لو بدو يصير لو بدو يصير بيكون يعني ما بيعمل مشاكل فضروري جدا نتأكد انه البيشن مش الارجيك الهم صحيتها خالص بيكون من اعمال اجمية بنسيلينز من يمكن امون المست كم اللي يوز اه اه ويستخدم كفيرس لاين تريتمنت فور ماني ماني انفكشنز يعني سل انتل تو دي يعني مثلا الانفكتف انتوكاردايتس داليوم لدراج هو البنسيلين جي وفي عنا ماني ريسبيراتوري تلاك انفكشنز في عنا ماني اثر انفكشنز بيكون يعني هم الفيرست لاين تريتمنت وحتى كمان بنستخدمهم كثير في البروفيلاكسز شو يعني البروفيلاكسز انه امراض احنا بيكون في عنا سيرتين ميديكال او سيرجيكال بيعرضوا البيشنز لريسك عالي انه يصير عنده انفكشن فقبل هاي السيرجري بنروح بنعطي انتبيوتك بروفيلاكسز بحيث انه والله حتى اذا صار مشاكل في السيرجري انه ما يتعرض ل انفكشن يعني فور اكزامبل لو واحد بده يعمل عملية في جي آي تراكت عسنا عملية في جي آي تراكت في عنا احتمال انه يصير سبليج لجو الجسم يعني لبرتوني الكافيتي حتى بنعرف الكنتنت في جي آي تراكت خاصة في عنا ماني بكتيريا حتى هاي نورمان فلور نسميها حتى هاي في الانتستنز مش باثوجينيك بس اذا وصلت لأذر بادي بارتس ممكن تعمل بري سيريز انفكشن فعشانك اي واحد بيعمل هاي عملية في جي آي تراكت قبل العملية بيعطوه انتيبيوتك برافيلاكس يعني هاي هي فكرة انتيبيوتك برافيلاكس بحيث اذا صار سيريز خلاص بيكون في السيستم سيريز عنده انتيبيوتك بيقضع البكتيريا مباشرة قبل تعمل يعني تعمل تسبب انفكشن طيب الآن عنا الزيكن من البيتالكتام انتيبيوتك اللي هم السيفالوسبورينز طيب طبعا السيفالوسبورينز الاصل تبعهم في عنا ناترولي اوكيرينج ونز من اهم هاي يمكن السيفالوسبورينزي لكن هذا بعكس البينيسلينجي لا يستخدم از از لانه اتس افري ويك ايجنت طبعا هو ناترول يعني جاي من فنجاي اسمها سيفالوسبورينز وعشان نغيروا اسمها ولله صارت اكريمونيوم بس بالاصل كان اسمها سيفالوسبورينز هاي الفنجاي طبعا فحكينا الناترولي سيفالوسبورينز دي اار نت يوز في الكلينيكالي براكتس لانه هذا سيفالوسبورينز سيل بوتنسي له قليل كثير يعني فعشان هياك فعليا السيفالوسبورينز اللي يستخدموا كل الموجودين في الكلينيكالي براكتس هم ومعبارة عن سمي سينثاتيك ديريبن فبعكس البينيسلينز لأن السفالوسبورينز كلهم سمي سينثاتيك اللي يستخدموا في الريال لايف وفعليا السفالوسبورينز كثار يعني أكثر بكثير من البينيسلينز فعلينا فوق الميت واحد مش كلهم مستخدموا والله مع الهيومنز لكن بنحكي عن عشرات استلم بنحكي عن عشرات الأدوية اللي تستخدم في الكنيكي البراكتس وتصنف كسفالوسبورينز عشان هيك إحنا سفالوسبورينز بنعتبر دائما أنه في عنا مور اوبشنز حتى من البينيسلينز عشان هيك كليكتفلي بنعتبر أنه عنا برودر سبكترم لهم وبرضو هذولا في كثير من كثير ايجنتز فيهم بيكونوا ريزستنت الباتا لكتمينز فإن جنرال كليكتفلي كقروب سفالوسبورينز بنعتبر أنه لهم برودر سبكترم بيغطوا عدد أكبر من البكتيريا وإن جنرال إنه عندهم هاير أو مور ريزستنز للبيتا لكتمينز طبعا إحنا بنحكي عن بيتا لكتمينز بنحكيش عن ون سينجل إنزاين طرع عنا وايد رينج أوف إنزاينز برودوث بايد رينج أوف بكتيريا يعني ما بناش نحكي نهم والله ريزستنت لمية بالمية من كل البيتا لكتمينز في الدنيا لا لكن إن جنرال الريزستنز عندهم أكثر من البيتا لكتمينز تجاه البيتا لكتمينز سيما حكينا ستلفي عنا سيرة البيتا لكتمينز ممكن يحطموهم بنسميهم سيفالوسبورينيزيز طيب حسا هؤلاء لأنهم كثير كثار بالعادة إحنا بنصنفهم انتو جروبس وهم فعليا حتى انتو جينيريشنز يعني الجيل الأول فرست جينيريشن ساكن جينيريشن ثيرت جينيريشن وهكذا حتى نقدر نفهمهم لما نتيجة تحكي لواحد عندك أكثر من مية أنت بيوتك يعني ما هو كمان بيزبطش نحفظ والله خصائص كل واحد لحال فشو بنسوي إحنا دائما سيفالوسبورينيز بنقسمهم انتو ديفرنت جينيريشنز يعني في عنا الفيرست السكند الثيرد الفورث ومن جديد مع أنه مش رسميا معتمد لكن انكم ونبراكتس خلص الكل مسلم بأنه في عنا تو ايجنتز يعني ذي دونت فت انتو أني اوف ذا فورت فور جينيريشن فعشان هيك براكتيكلي بسموهم الفيث جينيريشن فبنقدر نعتبر أنه براكتيكلي الآن في عنا فايف جينيريشن سيفالوسبورينيز وهذول كل جينيريشن بيفرق يعني يعني لما نطلع من الأول للثاني للثالث للرابع وهكذا في عنا سيرتيني بروبانيتيز تتغير بطريقة واضحة فعشان هيك احنا مع أنه هذولا مئات السيفالوسبورينز هم مئات يعني عشرات إذا مش أكثر من مئة ايجنت هذولا إذا بنفهم خصائص كل جينيريشن سايتها خلص كل ما يعني لما يمر علينا سيفالوسبورينيز بنزمك تعرف شو الجينيريشن تبعه بتعرف بعضهم خصائصه طيب 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 كيف بتتغير خصائص السيفالوسبورينز يعني كل ما طلعنا بالجينيريشن هس من الجينيريشن الأول للجينيريشن الثالث فعليا تشوف يعني راح نركز على اختلافين الرئيسيات يعني احنا الاختلافات بين الديفرانت جينيريشن أو السيفالوسبورينز ميلي بتتعلق به الاسبكترام والريزيستنس للبيتالاكتاميز طيب هسه أزارولوف ثم كل ما طلعنا بالجينيريشن يعني نروح من الأول للثاني للثالث الريزيستنس للبيتالاكتاميزز بزيد يعني مثلا كيف احنا حكينا البيتالاكتاميزز هم في عنا مجموعة كبيرة منهم لنفرض انه عندنا 100 إنزايم بيتالاكتاميز يعني هسه الفيرست جينيريشن بجوز 91 منهم بقدروا يحطمون السكند لا بالريزيستنس بزيد فبيبطل كل البيتالاكتاميزز مش اي البيتالاكتاميزز بقدر يحطم والله سكند جينيريشن سفالوسبريين لا مثلا من المية بيكون عنا بس والله سبعين واحد الثير من المية بجوز عنا أربعين واحد الفورث والففت لقى هذولا فري هايلي رزيستنس يعني بجوز تلاقي بس أكم من واحد من البيتالاكتاميزز بقدروا يحطمون فبما يتعلق بالريزيستنس البيتالاكتاميزز بأمور سهلة كل ما طلع الجينيريشن الريلاتيف ريزيستنس للبيتالاكتاميزز بزيده بشكل واضح طيب حسنا الاختلاف الثاني بين الجينيريشنز هو السبكترم الفيرست جينيريشن هذولا بيشتغلوا بيشبهوا ترى البنسيلنجي أو هم جايين الاسبكترم تبعهم يعني جاي ما بين البنسيلنجي وما بين الأمبسيلن والأموكسيلن يعني من اللي هم بيغطوا جرام بوزيتف بكتيريا حتى عشان هيك كثير من الناس بعتبرهم نروسفكترم بس بيغطوا شوية جرام نيجاتيف لكن من اللي يستخدموا مع جرام بوزيتف فإذا حكينا احنا فيرست جينيريشن سفالوسبورينز انتانبوا في سبكترم معناته بنحكي من اللي جرام بوزيتف بكتيريا طيب هسا كل ما نطلع بالجينيريشن يعني الفيرست بطلعنا للسكن لحد الثير شو اللي بصير الاكتيفتي اجينست جرام نيجاتيف بكتيريا بتزيد يعني بصير يغطوا جرام نيجاتيف بكتيريا اكثر بس على حساب مين على حساب الجرام الاكتيفتي اجينست جرام بوزيتف بكتيريا فالفيرست جينيريشن مين لجرام بوزيتف السكن جينيريشن تقريب المتوازنات يعني بيغطوا ميني جرام بوزيتف ميني جرام نيجاتيف لكن لو قرناهم بالأول هم بيغطوا موري جرام نيجاتيف لكن لسي جرام بوزيتف بس والله ستل بيغطوا قد نمبر اوف بوت عشان هيك بنعتبرهم حتى برودي سبكتر هدول الثيرد جينيريشن يعني يعني خلنحكي لكن ان جنرال لا بصيروا ميلي جرام نيجاتيب فالجرام نيجاتيب من الاول للثالث بتزيد الكابريج تبعها والجرام بوزيتيف بقل فالاول ميلي جرام بوزيتيف الثالث بصف ميلي جرام نيجاتيب والله وهذول الثالث بيغطوا يعني موزتوف ميلي جرام نيجاتيب بكتيريا فهذول يستخدموا ميلي جرام نيجاتيب بكتيريا طبعاً ستل بيغطوا فيو جرام بوزيتيف بكتيريا طيب حسا زي ما شوفنا من الجنرال الأول الجنرال الثالث بيكون عندنا الاكتيفتي بتزيد بتتحسن جرام نيجاتيب باكن بصير أقل حسا الجنرال الرابع شو فكرته لا انه والله حافظة على الاكتيفتي اغانست جرام نيجاتيب بكتيريا انه خليه يغطي الجرام نيجاتيب هاي كلها بس ايش رجع للأكتيفتي تبعت الجرام بوزيتيف فالفورث جنرال سيفالوسبوريينز هذول بتقدر تعتبق انهم بيغطوا يعني ماني ماني جرام نيجاتيب از والاز ماني جرام بوزيتيف بكتيريا فمور أورليس هذول بيغطوا لجرام نيجاتيب اللي بيغطيهم الثير وبيغطوا لجرام بوزيتيف رجعوا لهم الاكتيفتي تبعت الفيرس فعشان هيك هذولا ايش رجعوا لجرام نيجاتيب وعننا الففت جنرال هذول الففت جنرال زي الفورت جنرال بيغطوا ماني ماني ميديكري امبورتانت غرام بوزيتيف غرام نيجاتيب بكتيريا انكلودينج هايلي بروبلاماتيك وانس زي الميثيسلين رزيستن تستفيلو كوكاس اوليس هاي بكتيريا مهمة ورح تتكر مع رح تمر معانا بأكثر من مكان في هذا الكورس هنحكي عنها بالاسم ليش طيب شو يعني MRSA اللي هو اختصار لميثيسلين رزيستن تستفيلو كوكاس اوليس تذكروا حكينا في البنيسلينز حكينا انه استفيلو كوكاس اوليس هاي بلش تتسنع بيتا لكتاميزز فراحوا صمموا لها مجموعة كاملة بس إلها او مين اللي إلها اللي هم الميثيسلين جماعة الميثيسلين زي الميثيسلين اوكزاسلين نيكروكزاسلين وهكذا هسا هاي البكتيريا ما سكتت حتى بعد ما طلعوا هذول البنيسلينز اللي هم اصلا بتحطموش في البيتا لكتاميزز شو راح تسوات راح تعملت رزيستنس باي اناثر ميكانيز اللي هي عملت موديفكيشن على الترانس فيبتاديز تبعها فبطلوا يرتبطوا فيه وفعليا هاي هاي شو بنسميها يعني هاي صارت رزيستن تل ميثيسلين والسيميلر ادراجز وهاي هي بنسميها ميثيسلين رزيستن تستفيلو كوكاس اوليس هاي مشكلة كبيرة هاي من الموست بروبلماتيك بكتيريا او امونج الموست بروبلماتيك بكتيريا في التريتمنت ليش لان الموديفكيشن على ترانس فيبتاديز تبعها اللي هو التارجت تبع كل البيتا لكتامز خلى يعني هذا الجديد هذا الموديفايد ترانس فيبتاديز اللي عندها هاذ برتبطش فيه ولا اي بيتا لكتام فعشان هيك المرس اي باي ديفينيشن تعتبر رزيستن لكل البيتا لكتامز مش فقط جماعة الميثيسلينز يعني تعتبر رزيستن للبنيثيسلينز كلهم تعتبر رزيستن لكل السيفانوس بورينز وحتى الكاربابينيمز والمونوباكتامز يعني لكل البيتا لكتام انتيبوتوكس عشان هيك دائما لما يكون عندنا MRSA هاي مشكلة كبيرة تعامل ما هيختلف تماما من لو انها والله متيسلينز سيبت بالستفيلو كوكاس اوليس فزي ما حكيت المرس اي باي ديفولت هي رزيستن لكل البيتا لكتامز ما عدا اثنين من السيفانوس بورينز طلعوهم جديد فهذول لانه علهم هاي البري يونيك كاركترستيك انه والله هذول الاثنين لانهم طلعوا لانهم بيشتغلوا على المرس اي ما حطوهم بأي واحد من الجنريشنز القديمات خلص سموهم فيفت جنريشن لانه فيه لهم بري يونيك كاركترستيك انه هذول برود سبكترم بيغطوا كل البكتيريا تقريبا اللي بغطيها الفورت جنريشن لكن بالاضافة لإيش لأكتيفتي أجينست مين الامرس اي فالامرس اي الان بتقدروا تحكوا انها رزيستن لكل البيتا لكتام انتيبيوتكس معدل ففت جنريشن سيفانوس بورينز اللي هو فيه عند الان فقط تود رجز أبروف من الافتي طيب هسه شو فيه عندنا اكزامبلز احنا حكنا فيه عندنا مئة لكن احنا حتى نقلل عليكم المادة يعني عملنا هذا الجدول وفي كل جروب حطينا فقط المست اكزامبلز فاليس الجدول هذا كله مطلوب لأنه أصلا هذولا احنا منقينهم من ماني ماني مور طيب هذا الجدول احنا حاولنا نلخص فيه احنا عدة شغلات يعني طبعا الجنريشن وفي كل الجنريشن شو عنا المست كوميلي يوزد ايجن شو عنا اهم الاكزامبلز وفي احنا والله هاي نقطة مهمة انه مين منهم بنعطى أورال مين منهم بنعطاش أورال يعني بنعطى فقط فلنترال ويعني وشوية هيك يعني ريماركس عن موضوع الاسبكترم احنا يسعنا جنور التريند ولبسكتنا انه boom حكينا اللام 10 رجعوهم يغطوا تبع الثير وحتى positive نفس الشي observed وحتى بيغطوا مرسا ولكن هناك أمرات سبيشال نوتس يعني نتطلع عليها لأنه ممكن يكون بنفس الجنيرشن لدينا شوية والله طبعا بالأردن خلينا نحكي من أهم وأكثر الأدوية المستخدامة من السيفالوسبورين يعني لدينا السيفاليكسين هذا من الأورال السيفالوسبورين يمكن من أكثرهم استخدامة اسمه تجاري كفليكس يستخدموهم لنفس استخدامات يعني كبدائل حتى لأموكسسينين والأموكسينين يعني هذولة يستخدمون يعني فور against gram-plastic bacteria والله هو تسمي gram-negative bacteria في عنه من البرينترا من البرينترا لإدمنستر the first generation of phallosporines في عنه يمكن السيفاليكسين من أكثرهم استخداما فهذا يستخدمو كثير طرف البروفيلاكسز قبل العمليات من السكتن في عنه السيفالوكزيم السيفالوكزيم يمكن كلكم سمعتوا فيه هذا اسمه الزيناك اسمه التجاري وفيه عندنا كمان السيفاكلور برضو هذولة من هذا من كمالي second generation cephalosporines وفي السيفالوكزيم هذا من المستشفيات يعني برضو يستخدموه وحتى كمان في البروفيلاكسز لأنتيمياتيك البروفيلاكسز second generation زي ما حكينا هم برود سبكترام طبعا gram-negative أقل من الفيرس لكن الثل بغطو good number third generation cephalosporines يمكن من أشهرهم عندنا السيفيكزيم هذا اللي هو سوبراكس اسمه التجاري الوريجينياتر مشهور جدا وبنعطى أورلي وبغطي والله still good number of gram-positive أكيد أقل من الفيرس والسكند لكن نعتبره برود السبكترام في عنا السيفيترياكزين والسيفوتاكزيم هذولا بنعطوا بالنترا لأونلي فمين اللي بيستخدم في المستشفيات طبعا من أشهر الثيرجينيشن سيفالوسفورين وهذولا بيغطو many 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 ميديكري important negative لكن للأسف ولا لا بيغطوش السودومونس فبيستخدم مين اللي مع غرام نيجينيشن البكتيريا خاصة الانتيروباكتيريس ومني أثر بس مش مع السودومونس الريجينوزا السيفتاكزيديم هاذ من الثير من الثير جنريشن اجنت اللي اكتف اجنس السودومونس ترى للآن كل حكيناهم فيرست وسكن وثير الوحيد للآن اللي بيشتغل على السودومونس الريجينوزا اللي هو سيفتا زديم وفعليا هذا مين اللي بيشتغل للغرام نيجيتف يعني غرام بوزيتف مالوش سيجنيف يوسف اكتف يعني مين لي من اشهرهم اللي هو السيفي بيم الفورث والففف فش عنا ترى اجنت بنعطو الكل فقط فلنترال انلي عندنا زي ما حكينا السيفي بيم يعني هذا بغطي السودومونس اريجينوزا الففت جنريشن عندنا من اهم هم السيفتارولين والسيفتو ببرول السيفتو ببرول والسيفتارولي ثمناتهم برود سبكترم حتى بغطوا اللي بغطي المرس والسيفتارولي في الوقت وبوث هذول حكينا ودائما بهمنا نكون عارفين انه شو عنا اللي بيشتغلوا عليهم لانه اللي بيشتغلوا عليهم اصلا بقلال طيب اخر شي برينا نحكي انه هاي المعلومة انه دي ارنطة موجود بالكتاب هاي من الثالث واطلع الفيرست والساكن جنريشن سيفالوسبوريينز لا يعني حتى كفيرست تريتمنت وحتى كمان في البروفيلاكس زي هاي البنيسلينز لكن الثالث الفيرث الفيرث هذول لانهم يعني لبكتيريا زي السودومونس ارجنوزا والمرس اي وانهم يعني الثالث معظمهم وحتى الفيرث والفيرث كلهم بنعطوش إلا برينترالي وهذول اجداد خاصة الفيرث والفيرث يعني معظمهم اكسبنسف ترى ولانهم اجداد لسه ما صار ريزستنس كثير عليهم وانحنا ما بدنا نخطأ نغلط غلطنا مع الانتبيوتكس القديمات الانتبيوتكس القديمات يستخدامهم على الطالعة والناس يجعل معظم البكتيريا يصير ريزستنس لهم عشان هيك احنا اجداد بالعادي بيكون حذرين بكتيريا سيسيدومونس إرجنوزا او الإمارات السييفة حالة الففق او اذا كان لدينا بكتيريا او كان لدينا بكتيريا ريزستن لأخر الانتبيوتكس فعشان هيك ما بيكونوا فيرست لاين ولا نستخدم هذور بروفيلاكس يجب فقط يستخدم باستخدام 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 او لما يكون بكتيريا ريزستن للأثر ايجات فندير بالنا البنسلينز البنسلينز بالإضافة للفيرست والسكن جنيرشن سفالوسبورينز هذور كمانلي يستخدم كبروفيلاكس وحتى كبيرست ناني تريتمن بينما ثيرت فورث وفيرت جنيرشن سفالوسبورينز هذور فقط فقط زي ما حكينا منستخدمهم لما يكون الأثر او بزبطوش او فبناشن خاطر ان البكتيريا تلع عندها ريزستن فمزبطش لأنتبياتك فسي ممكن نستخدمهم طب بلد بالأليرجي برضو السيفالوسبورينز لدينا يعني برسنتج من البيان والأليرجي لهم والأليرجي تبعتهم ممكن تكون باد يعني ممكن تأدي إلى الفيلاكتك شوك وبالتالي بطنشيلي عشان هيك ويجب تبع مع السيفالوسبورينز بموضوع الأليرجي وهنا بيجي واحد بيقول لك طب هل أي واحد معناته بيكون ريزستن للسيفالوسبورينز لا مش بالضرورة في عنا في عنا حوالي 5 من الناس الأليرجي للبنسيلينز الأليرجي برضو للسيفالوسبورينز بس هذا لا يعني يعني نستل في عنا 500% حوالي لا من الأليرجي للبنسيلينز نستطيع نعطيهم سيفالوسبورينز فعشان هيك لو واحد سألك انه والله عندنا مريض أليرجي للبنسيلينز هل بزبط نعطيه سيفالوسبورينز الإجابة انه يس لكن only and only بعد ما نعمل أليرجي تيست فالسيفالوسبورينز بدك تعطيها لواحد أليرجي لبنسيلينز يس يمكن لكن هون عندك ردة فلاق انه هذا بما انه يعني أليرجي للبنسيلينز لنا 15% وانه مريض انه أليرجي للسيفالوسبورينز فسعيدها تقوم باست انك تعمله أو انه ينعمله للبنسيلينز قبل تعطي السيفالوسبورينز فيانه هون ملاحظة مهمة انه البنسيلينز والسيفالوسبورينز والله حتى كل البيت لك تم أنتبيوتكس هذو لأن البكتيريا هذول البنسيلينز والسيفالوسبورينز أو البتاراكتام أنتبيوتكس ما بكسروا البيتتيدو غلايكن الذي موجود كيف يختلف البكتيريا هذو يركنوا على أن البكتيريا تبا 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 سيلول نحن نعرف ان السيلول حكينا زي الجل دايما تجدد البكتيريا فالبكتيريا لديها انزيم اسمهم أوتولايزينز من خلالهم بتحط بالبكتيريا وبتصنع بداله أول بأول طب حسنا لما نعرضها لابنسيلينز أو سيفالوسبورينز فعليا نحن نركن عنها تكمل تكسير بالأوتولايزينز لكن لا تستطيع تصنع بداله طيب السؤال افردوا انها متابوليكالي اناكتف هل رح تموت لا لأن متابوليكالي باوتوكس لابن نستخدمهم يجب أن تكون بكتيريا اكتف او متابوليكالي اكتف حتى يكونوا افكتف عليها الآن في عنا أخر بيتالاكتامز يعني مجموعتين صغار لهم المونوباكتامز والكاربابينيمز المونوباكتامز لبروتوتيوب دراج وأهم وأكثر استخداما هو الأستريونا بسموهم مونوباكتامز لأن البيتالاكتام رنج تبعتهم مش فيوز وذي نظر رنج زي البنسلينز وصفالوسفورينز لأيهك جاي لحالها طبعا هم بشتغلوا فقط على بكتيريا وبالطبع هم نرو سبكترام لكن مين 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 السودومونس الرجلوز وهو مهم مهم لأن هذي ما حكينا هاي لبكتيريا فعشان هيك الأستريونام هال أو المونباكتام بيغطوا بكتيريا بيغطوا بكتيريا بس هذولا وبرضو بتميزوا انهم هايلي هايلي رزيستنت للبيتالاكتاميز يعني بري فيو بيتالاكتاميز بقدر يحطموهم والحلو كمان انه ما في كروس أليرجي يعني الأليرجي مع طبعا البيتالاكتاميز زي الأليرجي لهم هذولا قليل زي الأدوية الثانية مش زي البيتالاكتاميز والسفالوسكوريينز طيب وبكس فيهم مشكلة انهم كانت بأدوينستر أورالي وبالتالي فقط يعني نعطيهم بي انجيكشن طيب هذول المونباكتامز لانهم اجداد ولانهم بنعطوش إلا بس برينترالي ولانهم مهم بيشتغلوا على بكتيريا مهم جدا لهو هذول برضو ما بنستخدمه مع الطالع والنازل لا ذي شود بي ريزير فور الهايلي سيريس انفكشن زي المنينجايتس او الكمبليكيتد يوتي ايز او بان اذا اذا سيريس انفكشن يعني او بكتيريا زي السودومونس فهذول شود نطبي يوز كفيرستاين لا فقط ريزير للهايلي سيريس انفكشن ولما تكون البكتيريا نزيستن للأذر والتيريس والتيريس اللي تراه يعني اجداد فعشان هيك كمان بناش يزيد الريزيستن نفس الشي في عن الكاربابينيمز من الالتيف لنيو انتبيوتك غروبز ونفس الشي هذول بالعادي ريزير للهيلي سيريس انفكشن او يعني تكون البكتيريا بتشابهو كثير مع البولوم اكتاب بخصائص انهم وهايلي ريزيستن بارد برضو كمان يعني هذول ما فيش سيجنفي بينهم بين لكن بيتميزو عن الكاربابينيمز انهم برود بيغطوا ماني ميديكلي امبورتان تي و قرام نيجاتي باكتيريا انكلودن السيدومونس اريجينوزا والانتيريو كوكاس السيدومونس اريجينوزا هاي من هم ميليجرام نيجاتي باكتيريا والانتيريو كوكاس هاي من ميليجرام باكتيريا لكثير تعمل الانتيبيوتكس لكن هذول السيد الأفكتب فالكاربابينيمز اللي هم الاهم امثلتهم الاميبينيم والميرو الاميبينيم الاميبينيم هو البروتوتيوب وبرضو الميرو برضو هذول من اهم مونس الجنوزا وانتيريو كوكاس بطنت الامرس اي حكنا امرس اي خلاص رزيستنت لكل البيتالاكتامز مع ادل في ملاحظة مهمة كمان تتعلق في الاميبينيم الاميبينيم هذا بيصد له ديجراديشن باي اكيدني انزايم فعشان هيك بالعادة بيعمل له كو ادبنستريشن واب انادر موجود في الكني طبعا ما بنحتاجه مع الاميبينيم فقط مع الاميبينيم بس دايما الاميبينيم بنعطيه مع السيلستاتين ها طبعا هذول زي ما حكينا ريزير فور ال كمبليكيتد انفكشن او لما تكون يعني سيريس انفكشن كمبليكيتد انفكشن او اذا البكتيريا رزيستنت لل الالتير في عنا الآن من السيلول سينفيس انهيبتر خلينا نخلصهم بالدوية في عنا الفانكومايسن هذا من اهم الانتيبيوتكس احسب نحكي ريش هذا الفانكومايسن هو ناتشور سبستانس غلايكوبريبتايت فعليا بروديوس باي الاكتينومايسيتس بكتيريا الفانكومايسن سيلول سينفيس انهيبتر بس هو طبعا مش بتالكتام يعني يمنعه بالنهاية يعمل بالنهاية طبعا بدون بالنهاية السيلول سينفيس وبالتالي تنفجر البكتيريا في الهيومن أو في البيولوجيكال الفلويد هذا الفانكومايسن بس مشكلته لانه هو مليكول ما يعدي من خلال البوريينز وبالتالي كان اكت اغنست غرام بكتيريا فبراكتيكا هو نيرو سبكترم بشتغيل فقط بكتيريا لكن بغطي كل أو معظم إلا مشكل لبكتيريا فإنه مليكومايسن طبعا تضع المترجم مثل MRSA وحقيقة إنه مليكومايسن للميثيسلين ستفيلو كوكاسوريس يعني هسا أي مستشفى في العالم إذا كان في إنفكشن MRSA مباشرة منكومايسن فالفانكومايسن إز وان أوف موست إمبورتنت دراجز لإنه زي ما حكينا هو من عشرات السنوات للآن لمني بروبلاماتيك جرام بوزيتف بكتيريا اللي من أهمها المثيسلين ريزيستنت ستفيلو كوكاسوريس طبعا هذا مش أورا لما يؤدي لابل وبالتالي فور السيستونيك إنفكشن إت هاز تو أوتوتوكسيك يعني في السماء حسا فعليا فعليا إتس نت هايلينيفروتوكسيك يمكن في البدايات لما طلع الكلينيكال تريل وجدوا فيها إنه هايلينيفروتوكسيك بس الآن الآن الدراسات الجديدة بتحكي إنه لأ وقتها البيوريفيكيشن مثل ما كانتش كثير من الطورة فكان يطلع فيه كثير إمبيوريس هو ناترل سبستانس وبالتالي بيعملو له بيورفيكيشن حسا بال للسبعنات لما هو بالسبعنات هذا كان يعني من المقه يستخدم في السبعنات السبعنات والسبعنات لما هامل period كان في cience وهايه لقيات الآن إحنا بنعرف إنه مش نيفروتوكسيك إذا استخدمنا لحاله لكن في المديكال كميونيتي قمي اعلم لما يستخدموا يعني بيعملوا الكلية وخاصة إنه إذا إذا استخدم مع أماينوغلايكوسايدز رح نحكي عنهم إن شاء الله في المحاضرة الجاي النفروتوكسيستي بتزيد بشكل كبير الأماينوغلايكوسايدز هم بحد ذاتهم نفروتوكسيك هذا لما يستخدم معهم بتزيد النفروتوكسيستي لسه بزيادة بس طرح لحاله مش هاي لنفروتوكسيك لكن still we have to be very careful إنو نعمل منترينج لاب الكدنيا فانكشن لما نستخدمه طيب الفانكومايسن لأنه بنعطى فقط فرنترالي ولأنه potentially نفروتوكسيك وأوتوتوكسيك خاصة زي ما حكينا لما يكون in combination with other agents مثل الأماينوغلايكوسايدز ولأنه effective وفعليين هو drug of choice ل highly important bacteria زي المرسة وزي الانتيروكوكس عشان هيك هذا برضو ما بنستخدمه على الطالع والنازل بنخبيه فقط لهاي البكتيريا فهذا الماجر يوس إله هو البكتيريا زي المرسة والانتيروكوكس ولكن المرسة أو الاستفيلوكوكس أوريس اللي هاي شاطرة كثير بالرزيستنس عملت رزيستنس لكثير من الانتيبيوتكس للآن مش قادرة تعمل significant resistance للفانكومايسن يعني احنا طلع عنا في ايش بنسميهم VISA فانكومايسن intermediate استفيلوكوكس أوريس وهو يمكن عنا من الفانكومايسن resistant استفيلوكوكس أوريس لكن هذو الرسة لساتهم للآن يمكن في عنا 13 حالة فقط فعشان هيك هذا الفانكومايسن قد يعتبر الـ golden drug to treat MRSA infections خاصة moderate to serious infections في عنا استخدام مهم جدا كمان الفانكومايسن اللي نحكي عنه اللي هو انه في منه أوريسن مع انه حكينا هو بسرلوش أبزوب طب لإيش هذا بنستخدم؟ في منه كابسولات يعني لا هذا المصنوعات فور أريزون الفانكومايسن أوريسن وفعليا هو بنعمله أوريسن فقط في الحالة هاي اللي بدي أحكي عنها الآن فالأوريسن فانكومايسن فالأوريسن اللي هو بتسميه سيدوميبريناس كولايتس سيدوميبريناس كولايتس هذا عبارة عن سوفر انفكشن بيظهر عند الناس بالعادة اللي بيستخدموا برودر سبكترم انتيبيوتكس لفترة طويلة وبتسببه بكتيريا اسمها هاي البكتيريا مشكلتها الفانكومايسن من الأدوية القليلة اللي بيشتغلوا عليها وفعليا هو وفعليا هو هذا الانفكشن في الجي اي تراك فعشان هيك ما في داعي نعطي الفانكومايسن بريلترالي في هذا الانفكشن لانه خلص بتعطيه أوريسن ما بيسن له ابزوربشن فما في خوف من توكسيسيتي وبنفس الوقت بيوصل له هاي البكتيريا لانه الانفكشن تبعها بيكون في الجي اي تراك فالفانكومايسن أوريسن هو الانفكشن وهذه الحالة الوحيدة اللي الفانكومايسن يستخدم فيها أوريسن لا يجب ان تكون أوريسن آخر دول هو الباستريسن الباستريسن هو عبارة عن بوليبيبتايت فهو بوليبيبتايت بايباكتيريا 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 طبعا هو مش بايتا لا هو بيشتغل بطريقة مختلفة هو من اللي بيمنع السبعة السلول بمنع نقلها من السيتو بلاسم لبرا حيث الباكتيريا تصنع منها السلول فبالنهايه بيمنع السلول السبكترام تبعه لانه بردو بتخلش من خلال البورينز فعشان هيك بشتغل فقط يعني زي الفانكومايسن وهي طبعا اكيد باكتيري سايدل كولوس الولسنتز انهيبتر هذا نفروتوكسيك وهذا لأ عم جد نفروتوكسيك يعني مش زي الفانكومايسن في البدايات كانوا يفكرون نفروتوكسيك بعدين اكتشفوا لا المشكلة مش منهم فالآن احنا بنعرف انه لا مش كثير الفانكومايسن نفروتوكسيك لا الباستريسن هايلي نفروتوكسيك فلانه هايلي توكسيك كمبيرد حتى للفانكومايسن ولكنه اللي سبكتر هم تبعته زيه زي الفانكومايسن وهو بشتغل علي قرام بوسف البكتيريا فقط ما فيه يعني هالآدت فاليو فعشان هيك بالعادة ما بيستخدموا سيستيماتيكالي لا بالعادة بيستخدموا لوكالي يعني مع الانفكشنز تبعت السكن وميوكس فهو بيقول لك لا خلص خليلنا الفانكومايسن للسيستيميك انفكشن خاصة لما تكون بكتيريا زي الإمارة يعني خب الفانكومايسن لهذيك الكاسيز واذا بنتك ايشي لتوبكال انفكشن خلاص استخدم الباستريسن فالباستريسن فالباستريسن خاصة على الاسكال طيب هيك بنكون خلصت السلول سينثيز انهيبيتر والمحاضرة الجاي ان شاء الله في الانتيبيوتكس يعني نبدأ نحكي عن الانتيبيوتكس السلام عليكم ورحمة الله